استقبل المستشار الدكتور حانا في جبال رئيس مجلس النواب كيم جينج بيو رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية والوفدة المرافقة له وخلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حانا في جبال رئيس مجلس النواب على طبيعة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والتي تتسم بتعدد مجالات التعاون والتلاقي وهو ما يستوجب إثراء الرؤى المشتركة للبلدين تجاه مختلف القضايا كما أكد المستشار الدكتور حانا في جبالي على تطلع مجلس النواب المصري إلى تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وكوريا الجنوبية وتبادل الخبرات البرلمانية التشريعية ومواصلة التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على أن مصر هي الشريك الرئيسي لكوريا في الشرق الأوسط وأفريقيا